نبدأ مع بعض. لما بيوصل شنط ده بيعمل ايه? قلنا لما بيوصل للشنط اول حاجة بيعملها بيقلل بيزود بتاعي. وطالما بيزود بتاعي ممكن نقول كمان بيزود لنا يبقى لها اختار. وبيقلل وبيقلل وكمان بيقلل الاجرسي. طيب اذا شنط بينيز اميتر. ايه لي بيحصل? نحن كان الشنط للار اس بتصغر كله بتصغر. يعني كله بتصغر. وكلما بتصغر بيبقى اكله اكله. مالوش مقامه. فلما يتحط في اي له لكي يقرليك بكامل. لكنه اصلا مش موجود. لكنه جسوس كده. لكنه مش متركب اصلا. وده بيعمل ليه يعني? بيزود دقة الاراية. لان هو لو كان لديه مقاومة وانت وصلته في اي سيركت. هيفرق في الريزيستنس في السيركت. فيفرق في الريزيستنس اللي انت هتقيسه. يبقى هيغير في حاجتين. الريزيستنس والكرنت. وقلت لي اراتك مش تبقى دقيقة قوي. انما لما انت توصله وهو ما يكونش عنده حاجة اصلا تقريبا ما عندهش مقاومة. كان بنجلجتد. فالقلاق متاعتك هتكون ول겠. وذا غريتر اا ااا. STA. طيب التي بمجرد ما بوصل شنت resistence. اكبر او اصغر من الارشي كده كده هيزيد. طب ليه? لما دلوقتي لو عنده خمسة اوم. مثلا وانا وصلته في سيركت. ما هو خمسة اوم ده. لو انت وصلته اصلا في سيركت. فيها خمسة اوم مسلا. هي كمان. وانت احطيتك جالفانو بخمسة اوم. طب ما كده تزادها الدابل. فكر انت يلو النص. هي عندك خمسين في المية ايرور. لأ. انا بمجرد ما وصلت. حاجة كمان معي. حتى لو كانت اكبر مني. يعني مسلا لو كانت ساي مسلا تن. كده كده بتاعهم هيبقى اصغر من خمسة. مصبوط? هيبقى اصغر من خمسة. حيبقى مسلا كان خمسين على ستين يعني حاجة اصغر من ايه? نحسابها كده. فهتبقى مقاومة اصغر بكتير. وحتى لو كانت العشرة دي مسلا مش عشرة خليها مسلا ام لو كانت اصغر بقى. مسلا تلاتة. هتلاقي الانصر اصغر من تلاتة. كمان? هيبقى اصغر جدا برضو. وهكزا. يبقى ازا دايما لما بقلل مقاومة الاميتر. بتاعه بايه? بيزيد. وبالتلت الاكريس بتاعه بيزيد. طيب. عايز الشنط. طبعا ده سؤال شابت امون معيك ان الار انترينال بزيرو. ده معنا ان البتري هتخرج الاتناشرة فولت كلهم. هو عندي بعد كده التمانية ام سيرياس مع الحبة دول. فاكيد الفولت هي ايه? هيتقسم عشان الفولت بتقسم في السيرياس. طبعا تيجي نشوف الاول دول هياخده مني كام? مصلي معايا معايا ايه? اعرف اجيب حاجة اسمها في جي. فهو يبقى او بوينت او فايف. في اه ايتي. فور فولت. اه يعني انتم اللي اتنين واخدين مني اربعة فولت. يبقى التمانية هتا هتكام? الباقي اللي هو اللي اتنوع المو انت معاك اتنشر فولت. اربعة فولت هيروحوا للشنط والجالفانو. والباقي يروح فين? التمانية يقوم. يبقى انت يا تمانية يقوم. عليك كم? عليك الباقي اللي هو تمانية فولت. طب انا ممكن من هنا يجي بالكارنت تمانية عالتمانية بواحد امبير. يبقى معايا الكارنت اللي برة بواحد امبير. عظيم. الكارنت لوحد امبير ده لما يجي هنا بقى. هيحصل له ايه? هيتقسم. دخل هنا كارنت اسمه اي جي قيمته او بوينت او فايف. الباقي يروح فين? يروح في الشنط. يبقى الشنط جوبة كام? وان امبير ماينس او بوينت او. فايف ايكويل. حسابها كده. وان مينس او بوينت او فايف. ده يدينا كام? او بوينت. ناينتي فايف امبير. انت عايز من ايه الشنط? حاضر. الشنط بيت ايكويل. اه ممكن نقول اه في على اي. الفولتة اللي عندي اه بكام باربعة? والاي اللي فيها او بوينت ناينتي فايف. يبقى او بوينت ناينتي فايف. يطلع كام? ومسطر انت يعني اشتالت بقانون في اكويل ايف ار ليه? ليه اريكويل اي خالص يا ام انت مش ملعش حجبك الصيغة دي. وانا تزاع عن نفسك خالص. امشي وراك قانون اللي انت حافزه. اللي هو اكش ليه برضو بيه على اي. اللي هو ايه? على اي مينس اي جي. انت كده رتحت نفسيا. معك بو بوينت او فايف. اللي هي تمانين. على اي كارنت اللي داخل من برا اللي هو مينس الاي جي اللي هو او بوينت او فايف. سبحان الله هي نفس الخطوات يعني. نمبر فايف شونت وانا لو قلت ده معنا ان على اي اكويل وون اوبر التن. طب انا قلت اا اا يبقى اي زاد تن تايمز. بنقلب الرقب. طب هو تن تايمز من ايه بالزبط. زمان كان جالفا له حقير بيقرأ اي جي. القدقي بقى اميته القاوي بيقرأ اي. بيقرأ اي اكل عشر اي جي. شونت اتوصل مع ارجي خلى تقل. يبقى بكام? تكملها على اللي فاتت بقى احنا قلنا من شوية ان هنوض في قنون الشنط على طول على اي مينس اي جي. دي الطريقة الطويلة اللي احنا كنا ندقلها في الحصة. الطريقة التانية على طول يبقى يبقى كام? جالفانو على اي مينس ون يعني جالفانو. على تين مينس ون يعني جالفانو على نين. يبقى الار جالفانو ايكوال نين ار شنط. يبقى انت عندك الطريقتين. الطريقة الاولانية اللي انت تاخد دي وتعوب بها في قمون الطبيعي العادي زي وانا فحصت الشرح كده او ان انت تشتغل بقى بلا هو القونة الان على طول. او. الفرق بينهم. يبقى الارشو بتوين بتاع الجالفانو. والتوتال كار انتبكان. احنا كنا كده عارفين ان الار شنط على ان مينس ون. طيب الشنط بكام? واحد. والجالفانو باربعة. على ان مينس ون. يبقى من هنا الان كام? يبقى من هنا خمسة. طيب يبقى الاي جي على اي واحد على خمسة. لان الاي جي على اي بواحد على ان. انا بحل بقول ان عشان اصرع. بواحد على خمسة. انزات فزا جالفانو متر كلها. اللي هي عبارة عن ايه? الجالفانو في الشنط على الجالفانو بلاس الشنط. كل ده بكام? واحد على تن. يبقى الشنط على الجالفانو بكام? طيب تعال نفك الجيفن ده. دي عبارة عن ايه? ار جيف ار اس. على ار جي بلاس ار اس. دي الار اميتر. دي الار اميتر. كلها كده الجالفانو. طب انا ممكن من هنا اطير الجالفانو مع الجالفانو. ويبقى عندي حاجة اسمها ايه? ارجل ار شنط. ارجل فانو زائد الشنط. واحد على تنت. خلاص بقى وتوصل للايه? وتوصل للحل. تعال نشوف. تبقى كده? يبقى عشرة ار اس ايكول. ار جي بلاس ار اس. ودي الار اس النحية التانية. بالماينس. يبقى تسعة ار اس ايكول. ارجل فانو. يبقى الريش بينهم كام? وان تو ناين. نمبر ناين جالفانو عنده ثلاثة اوم. حولنا الاميتر. عن طريق ان احنا باي كونيكتنج اشانت. ان اردر تو دابل ايتس رينج. يعني اين دابل ايتس رينج? يعني تخلي الاي اللي هو هيقراه. دابل ايتس رينج. ايتس دي عيد على مين? عال جالفانو. بتخلي داب جالفانو يقرا دابل اللي بيقراه. يعني اتنين اي جي. تمام? طيب بيبقى الشنطة بكم? بص الاي جي على اي بواحد على الاتنين. يعني الان باتنين. وقانون الشنطة بيقول جالفانو على ان مينس وان. يعني جالفانو على اتنين مينس واحد يعني واحد يعني هي هي ارجل فانو يعني تلاتة او. باتنين امبير. والشنط اللي هيخلي ستة امبير بكم? ار ممكن برضو نقول اي جي ار جي سوري اي جي بكام باتنين والار جي ما عرفهاش اللي هي ار يعني على اي مينس اي جي ستة مينس اتنين يعني اه ار على اتنين دي طريقة الطريقة التانية ممكن تحليها بالان اي جي على اي اي جي على اي بواحد على ان يعني اتنين على ستة يعني بواحد على التلاتة يعني الان بتلاتة صح كده? وقانون الشنط كان بيقول ايه? على ان مينس واحد. جالفانو على تلاتة مينس واحد. يعني الجالفانو على الاتنين. طيب. اموفينج جالفانو ميتر هزا رزاستنس اف ميتين اوم. ويبقى دي كده. الميتين اوم دي الار جي. وكل ديفيجن بيينديكيت توينتي ميلي امبير. طيب وركبنا شنط بو او بوينت او فور. عايز دي نوتد باي وان دي فيجن. طيب ممكن نحلها بالقوان الاي على طول او الشنط كان الشنط او بوينت او فور اي جي ار جي اللي هو في الار جي اللي هي وينتين على اي مينس اي جي اللي هي برضو عشرين ميلي. هتعمل وتشوف الاي بكامل. هيطلع فعلا هندرد بوينت او امبير. جالفانو ميتر عنده رزاستنس خمسين ده الار جي توصل بشنط خمسة اوم ده الار اس. البرسنتج او ده جالفانو اوز ده كامل. طيب لاتي انت ده سؤال شابتر وان اصلا عندك مقاومتين واحدة فيهم اسمها ارجالفانو بخمسين. واحدة اسمها شنط بخمسة. وفي كارنت جاي من بره هنا. حيتقسم لكام والكام. لو انت مش عارف حط ده يا سيد برقم. تعال انا حط ده بمية. ايه رأيك? عشان الانصر اللي طلق يطلع ايه? في المية على طول. انا عايز الكارنت الان. اللي هو اسمه اي جي. هيكون بكم? الكارنت اللي انا عايزه. ايوان ار ون. ايكوال اي توتل اي توتل اي توتل لو انت فاكر. او اي ان كان. اللي هو المقاومات تانية على مجموعهم فالكارنت الى داخل. هي نفس القانون يعني. ايوان اللي انا عايزه ما عارفوش. الار بتاعت الاي لنا عايزه خمسين. الاي اللي جاه من بره مية. خمسين في خمسة على خمسين بقص خمسة. خمسين في في خمسة على خمسين بلاس خمسة. تلع معي خمسين على حداشف. شيف تصول دهات ايوان. هيطلع معي ايوان. مية في خمسين على حداشر. هيطلع معي تسعة. تسعة. تسعة عشان نكون دقيقين يعني. هي ايوان. عشان اشتغلت بمية فهيطلع دولة بالمية يعني في المية. هيطلع الانسر. يعني ان هو على طول يعني. انا كان ممكن اصيبها اي. كان ممكن تسيبه اي زي ما هو وتجرب. تعال بقى نسيبه اي زي ما هو كده. ونشوف هنوصل لايه. لو هو اي زي ما هو. وعايز اقسمه. حاول ايه? الاي اللي انا عايزه. المقاومة التانية اللي هي خمسة. على خمسين باس خمسة. في اللي داخل اللي هو اي. هيطلع معي كم? واحد على حداشر اي. انا عايز اعرف ده كم في المية? واحد على احداشر في المية. هيطلع برضو تسعة بوينت تسعة. اخذ الرقم ده اضربه في مية. سانا احطت ارقامه عشان اسهل على نفسي يعني. وسهلة ليه برضو. هزا كويل اف رزيستنس توينتي. اه بيرا كارنت سكستي ميلي امبير ده الماكسيم كارنت بتاعه. ان هو اخره يقرى ستين ميلي. الجالفانو ده توصل بشنط. احنا وصلنا الجالفانو مع شنط واخدنا على بعضه كده كاميتر حطناه في السيركت. السيركت دي فيها اربعة اوم وبطارية بواحد ونص. عايز نرسم الكلام ده. ادي البطارية اللي بواحد ونص. وادي المقاومة الاربعة امبير. الاربعة اوم سوري. وادي الجالفانو بتاعنا اللي هو بعشرين اوم. اللي متوصل مع شنط ما نعرفوش. والا هنا بقى بيقول لك ايه? زجالفانو 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 زبوينتر جالفانو ريدز تلاتة على اربعة او في اتس سكيل. بالعقد كده بس واحد واحد. الجالفانو اصلا اخره يقرى ستين هو اللي قيل. طب ولما عملنا بقى كل الحركات دي بقى يقرى تلات اربع السكيل بتاعه. خلاص ماشي هو ارا كام يعني. يعني ارا كامل ايه اللي مشي جوه الجالفانو بكامل. بتاع نسمي اي 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 حاجة مش تفرق. تلاتة اربع اللي هو بيقراه. تلاتة اربع في ستين. هيطلق باين خمسة واربعين. خمسة واربعين ميلي. هو لما وصلناه في دخل جوا خمسة واربعين ميلي امبير. بس. سؤال لسه حلين زيه بالضبط. بالميلي. كانوا فوق في الاول مش فاكر رقم كام. بس حلين فوق. كان نسأل شابترون برضو. يلا بين. عايزين قيمة الشنط. نفس الكلام. هتجيب لي هنا. ها. اللي هي بقى خمسة واربعين ميلي. في العشرين. او بوينت ناين. يبقى دول عليهم كام? او بوينت ناين. يبقى الاربع تاخد كام? الباقي. تاخد او بوينت سيكس. يبقى هنا في او بوينت سيكس. سامعك بقى. سامعك والله. نستر هو ستين ميلي امبير. يعني انت المفروض لو عايز تجيب المفروض اللي هي ستين ميلي. نا. يبني هو بيقولك? هو اخر يقرأ ستين. تمام? ولما انت وصلت له شنط واخدته على بعضه كده كاميتر وحطته باربعها امبير بقى يمشي جوه يعني جوه الجالفانو ده بقى يمشي تلت اربع اللي اصلا بيقراه. تلت اربع او تلت اربع بتاعه. تلت اربع الستين. فتلت اربع ستين لخمسة اربعين. عشان كده اشتغلت بان دي. الاي جي جيدة بتاعتي بقى. فعشان كده بقى مش هينفع اشتغل بايه? بال اه بال اي ماكسيمم. الاي جي ماكسيمم. اللي هو اعلى حاجة ممكن نقراه. لا. اشتغل بقى اللي عندي عادي. خلاص وقاك مسألة بقى عادية جدا هاتل الاي توطلع دي يا الله. وهي اللي هنا. في على ايه? في على ار. يبقى على الاربعة. هيطلع معك تلتة على عشرين. اللي هي او بوينت خمستاشر. امبير. خلاص ممكن نقف الحد هنا ونتعبه بقى في الشانت. الشانت ايكل. اي جي في ار جي. الاي جي اللي عندك. اللي هي خمسة واربعين ميلي. في الار جي اللي هي العشرين. على الاي اللي من بره الاو بوينت ففتين. ماينس الاي جي اللي عندي. اللي هي العدد فيها خمسة واربعين ميلي. بس تحسابها وتشوف. نمر فورتين اميتر شو افولوس كده ميلي امبير. جلبانه واخره يقرى اربماية. عد جواه مية. امتى? لما طبقنا عليه فولت معين. هو اخره يقرى او بوينت اه اخره يقرى ربعمية. ولما طبقنا عليه فولت معين ارى مية. ده كده الاي جي اللي هي المية والار جي او اللي هي او بوينت او ايت فولت. بس الاي جي مش الماكسيمم. الماكسيمم بتاعها يعني اعلى حاجة ممكن يتحملها ربعمية. لما هو مش جوكة مية. طيب. عايز بتاعت الشنط اللي تخلي باربعة امبير. طب انا اول حاجة محتاجها طبعا الار جالفانو. الار جالفانو في جي على اي جي. الفولت اللي عندي او بوينت او ايت. على انهي الكارنت اللي عادة ساعتها اللي هو كان ميت ميلي. وتحسب الار جالفانو. ده هي او بوينت او ايت. ديفايد ميت ميلي. طالع معي او بوينت ايت. اوم دي كده مين? الجالفانو. نروح بقى نجيب الشنط. الشنط ايكول. اي جي في ار جي. على اي ماينش اي جي. على اي ماينس اي جي. هو عايز يبقى اربعة. فحاخد الاي جي الماكسمم. اللي هو ربعمية. في ام في الار جي اللي هي او بوينت ايت. على اي ماينس اي جي اللي هي الاربعة مية. يبقى ربعمية ميلي. في او بوينت ايت. على اربعة ماينس ربعمية ميلي. هيطلع معيك الانسر. او بوينت او ايت ايت او 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 ايت اين. موفن كل جالفانو. الفول بتاعه بير اي. الفول بير اي. وين اللي هي. اللي اتناشر. اللي داخل من بره كده كده اي. هو اللي اي. واللي مشي هنا. بكام? يعني واحد على خمسة. ايه? عايزين بقى دي. طيب احنا ممكن نعود في قنوش شنط برضو. يعني الاتناشر اي وال. اي جي في ار جي اللي هي واحد على خمسة اي. في الار جي اللي هي ار. عايزين نعرفها. على اي ماينس اي جي. الاي باي. والاي جي واحد على خمسة. واحد على خمسة اي. ممكن تشطى بالايات مع بعضها. اي واي واي واي. فاكتب بقى ايه? اتناشر واحد على خمسة في الجالفانو. واحد واحد على خمسة. ما انت شلت الاي دي. فيبقى ما كانها واحد. تمام? واحد على خمسة على ون مينس ونوبر الفايف. ون مينس ونوبر الفايف دوت يعني فور الفايف. فور اوبر الفايف. طيب ونوبر الفايف. ديفايد فور الارجي اوبر فور. يبقى الارجي اوبر فور ايقوال كام? اتناشر يبقى الارجي ايقوال كام? اربعة في اتناشر فورتي ايت. يعني. اميتور كنتين رزيستنس ار جي كوننكت للسركت اتنين برسنت من الكارنت التوتل بيعدي جواه. يبقى الشنط اه ايقوال كام? طيب دعنا نشوف. الشنط ايقوال. اي جي في ار جي. اتنين في المية من الكارنت التوتل خلاص ماشي? اتنين على مية. في الارجل الفانو. على اي ما ينس اي جي. الاي ما عرفوش? والاي جي اتنين في المية. سوري اتنين في المية اي. معناش ننسى تكتب الاي. هنا في اي طبعا. ماهو. اتنين في المية من التوتل. اتنين في المية اي. وبرضو اتنين في المية ان هنا في اي. تاني اتنين في المية ايه? اي. يبقى انا السؤال بيقول لك اتنين بيرسنت اوذ سوري زيكالفانو. يبقى الاي جي بيساوي اتنين في المية. تمام? برضو نفس الحركة بقى اشير الاي مع الاي مع الاي. هيطلع عندك ايبقى اه اتنين على مية اللي هي او بوينت او تو. على اون ماينس او بوينت او تو. هيطلع معك كم? او بوينت او تو. على واحد ماينس او بوينت او تو. اللي هي على تساعة واربعين. نمبر سيفنتين جالفانو كويل عنده ستة تراتين اوم وشنط مربعة اوم. فعايز اه كام? اللي هتعدي في كالفانو طبعا. نفس السؤال حلال من شوية برضو. مقاومة ستة تراتين اوم. متوصل معها مقاومة تانية باربعة اوم. واللي داخل من برة الله اعلم قيمته كام? فعايزين اعرف كام منه? كام من اللي برة اللي احنا ما عارفوش ده? هيعدي هنا. انا برضو حلال بنفس طريقة اللي فاتت. المرة فاتت حلال بالطريقتين. في سؤال الفوق كده حلالتولك بالطريقتين. فانا هفترض لبرة ميت امبير. مية عشان الانسر اللي يطلع يبقى هو ده البرسنتج على طول. وقسم الكارنة تعدي جدا. انا عايز بقى اي جي. او اي اللي هنا اعي. اسمي اي وان. يبقى اي وان في سيرتي سيكس ايقوال. هندرد ملي امبير هندرد امبير في الاكويفلات بتاعهم. سيرتي سيكس فور على سيرتي سيكس بلس فور. هيطلع معي ايتين اوفر الفايف. واحسب بقى اي وان. يبقى اي وان اي يعني تين برسنت. مال الانس اللي لها هيبقى هذا البرسنت على طول. علشان انا اشتغلت ان الكارنة لبرة بمية. تمام? عايز تسيبه قنون زي ما عملت فوق. زي ما عملت فوق اعمل كده وحلها عادي كارنة باية. هو يصل للمسيط يعني. طمانت واشر سينست فجلفانو عنده دا كده الار جي. اتوصل بشنط. وتوصل في سيركت. فالابس الجرف ده يمثل بتاعة الاميتر. دي بس اولطة ما تبقى معلش. دي اميتر. اراية الاميتر والكارنة اللي ميشي جوة الجلفان. عايز يعمل حاجة عايز الشنط. مش الشنط ايكول. اي جيف ار جي. انا هاخد مسلا الخمسة. طبعا يخبرك يا اي جراف المنهج من اول شابتر اي جراف يترسم لك كده. بص ار جي بستة. على اي مينس اي جي. طبعا انت خدت الخمسة. هد بقى الاي اللي قصدها. اللي هو العشر. مينس الاي جي اللي هي كم? خمسة ميلي. وتعود تعويض مباشر. في سيكس على تن مينس في تن باور نيجيتف تو. هيطلع معاك او بوينت او سري. تمام? الرنج بتاعه اا او بوينت او سيكس. يوزن شنط رستنس ار اس. and another ريدز او بوينت او سري. يوزن او شنط فور ار اس. يعني لما استخدمنا شنط معين الرنج بتاعه بقى او بوينت او سيكس. ولما استخدمنا شنط مختلف اربع اضعاف الاولين الرنج بتاعه بقى او بوينت او سري. يعني عايز يعرف منك الاي جي بكام? الاي جي بكام? تعالي نمسك كده اول سيركت. اول سيركت الشنط اللي عندي ار اس ايكول اللي الاولين ده معرفوش. اي جي في الار جي. اي مينس اي جي. اي بكام? او بوينت او سي. ماينس الاي جي. طيب دي كده معادلة. المعادلة التانية. دي كده او بوينت او سري. المعادلة التانية. لما ركبتها اربعة ارشنط. خلالي بقى ايه? اي جي في ار جي معرفهمش. على اي اللي هو او بوينت او سري. ماينس كام? ماينس اي جي. دي كده معادلة رقم اتنين. تعالي نشوف اللي عملنا بتوين ايه اللي ممكن يحصل? وايه اللي ممكن يتير? لكن مع ايه هاسموهم على بعض. هاسموهم على تو مسلا. يبقى ار اس على اربع ار اس اكول. لما اقسم من نبر وان على نبر تو. طبعا اي جي ار جي هتتكانسل مع اي جي ار جي. فهيبقى عندك. او بوينت او سري مينس اي جي. على او بوينت او سيكس مينس اي جي. وبردو ال ار اس هتتير مع او بوينت او سري فاربع او او سري فاربعة. يبقى او مينس اربعة اي جي اقوال او سيكس مينس اي جي. نجمع بعض الحقيقة اللي هنفتتجمع مع بعضها. نودي الاربعة اي جي النحية التانية. ونودي دي بالماينس. او مينس او او سيكس تديني كام? او بوينت او سيكس. طيب اي جي حيجيلها اربعة اي جي يبقى بتلاتة. تلاتة اي جي. طيب يبقى كده اي جي بكام? نعمل ايه? او بوينت او سيكس. هيطلع معك او بوينت او تو. او او تو. ده كده مين? ده كده? الاي جي. سؤالة بعده او بوينت وان تاني. لما حطينا او بوينت وان او شانت رزيستنس خليلي السنستيفتي وان وفر التاني. فعايز الشانت اللي تقالي السنستيفتي للكوارتر. طيب تعال اول نستفاد من اول واحدة دي. انا عارف ان الارشانت على ان مينس وان. طيب ما قالت يبقى ان التن. تمام? يبقى الو بوينت وان على تن مينس وان. معنى كده ان الجالفانو بكام? او مين او اوم. دي هتبقى في او بوينت تريبا او او بوينت! سوري مش مش ناين بقى. او بوينت ناين. دي كده لايه? علي سنسى الجالفان. طبعا نشوف الشانت الجديد. الشانت الجديد اللي هيقلل الجالفاني بقى خلاص على هو عايز يبقى لقى لقى اربعة يبقى اربعة مينس يعني كام سرين. لما قفل بس. طبعا بقى اقفل ده كده. حمسح ده. وهقفل بس. لما اقفل بس. قلت لكام? للنص. تمام? تعال نستغل دي. طيب. طيب. طبعا القلت النص يبقى ان بكام? باتنين. طبعا الشانت اللي هي بار. على ان مينس ون. اتنين مينس ون. افهم من كده ان الجالفانو بكام? الجالفانو برضو بار. يبقى انا كده عرفت ان ده هو كمان عنده اار. طيب. تعال بقى نشوفه عايز ايه. بيقول لي انا عايز اقفل هاتلي لما اقفل بس. حاضر. اقفل بس. حمسح ده الاول. واقفل بس. لما اقفل هيبقى عندي اتنين اار. فاكر كده ايكل كام قلنا? الجديد على قديم زائد الجديد. تفكر انا بنقول الشنط على جالفانو زائد الشنط. يعني اتنين اار. عالتراتة اار. يعني اتنين عالتلاتة. طيب عايز اقفل الاتنين بقى. حاضر. مش نقفل الاتنين. لما تقفل الاتنين. طبعا ده كده كده عنده اار خلاص. لما تقفل الاتنين بقى الشنط بتاعك دلوقتي هو الاتنين مع بعض. اللي هما دول. اللي هو الداو ده كده. بقى هما دول الشنط. طب دول على بعضهم. لما اخدهم ار في اتنين ار على اربع سنين ار. يبقى اتنين عالتلاتة ار. تمام? طيب انا ده كمستلهم عالجالفانو اللي هو عنده ار اصل. يبقى هتقل لي قلنا اللي هو الشنط. اتنين عالتلاتة. عالجالفانو زائد الشنط. اللي هو ار بلاص اتنين على التلاتة ار. طير الارات خالص او خطو الار بون يبقى اتنين على التلاتة. اهي. اول بلاص يبقى اتنين على التلاتة. ديفايدد. اتنين على التلاتة. هيطلع معي اتنين على خمسة. طيب لما بوصل ال ملتيبلاير نفس الكلام بقى الونافوق. لما بتوصل بيزود الرينش. بيزود ولكن بيقلل. نمبر عنده بمية. اخره يتحمل او بوينت او وان. الجلفان وتحول عن طريق طريق طبعا ده كلام فاضي. افتح براكت او بلاس ار ام. عشان ده بتاعي فانا هقدر اجيبه يبقى كام مية زائد تمنمية. تسعة فولت. ده سؤال جميل جدا هنالك اربعة وعشرين. عندنا اتنين اه رقم واحد ومالتيبلاير رقم اتنين. واتوصله بنفس الجلفان. واضح من الرسم ما بيقولك ان الاولاني اللي هو الاروان ماله اصغر من الجلفان والمالتيبلاير التاني اكبر بكتير من الجلفان. احنا متعودين اصلا ان المالتيبلاير ده من اسمه مالتيبلاير. لازم يبقى اكبر من مضاع اضعف اضعاف اضعاف الارج الجلفانو. ماشي. اه اتوصل بنفس الجلفانو. لما بين يعني هنحطهم هنا كده. كفولت ميترز هنحطهم هنا كده. يعني عايز يقولك انه هيقرى اللي هو بيساوي اللي هو بيساوي يعني المفروض ان الاتنين هيقروا نفس ولكن بيسألك مين فيهم هيدفلكت اكتر. انت لما تفكر فيها كده. هو اصلا كله هنا. يعني ايه عنده? اضعاف اضعاف الارج الفانو ومالتيبلاير اصغر من الارج الفانو. نسألين في السؤال لابل على طول. ان الجلفانو او المالتيبلاير بيزود الرينج. بيزود الرينج. فلما زود المالتيبلاير انا بزود الرينج. يبقى كده مين عنده رينج اكبر? واي ولا اكس? اما هو اكبر اكبر من ار جي. وار وان اصغر من ار جي. يعني الار تو ده اكبر حاجة. تمام? ار تو ده كبير خالص. فكده الجلفانو واي عنده سكيل كبير او عنده رينج كبير. وبالتالي لما هي مش هيدفلكت جامد. انما عنده صغير فلما هيدفلكت هيدفلكت جامد. طبعا انت مش فاهم انا بولي اصلا. تعال بقى نروح نفهم الحتة دي. بص يا زيدي. عندك ميزان ميزان دهب ميزان فاكهة. ميزان فاكهة. بيقرأ مسلا من زيرو. آآ لعشر. لعشر كيلو جرام مسلا. وفي ميزان تاني بيقرأ من الزيرو لحد المية. ميت كيلو. طيب. هو دلوقتي لما اجي احط على ميزان الاولاني خمسة كيلو. البوينتر هيتحرك من هنا. لحد فين? لحد هنا. الاول خمسة كيلو جرام. يعني هيتحرك كل دي. هيعمل الزاوية دي كلها. طب التاني ده اخر مية. لما حط عليني نفس الوزن الخمسة كيلو. هيدفلكت من فين? هيدفلكت من هنا. لاهن. مش معنى يعني ما هو زيرو. عشرة عشرين تلاتين اربعين بلا 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 بلا. لغاية ما انتوصل لمية. فالرنج بتاعه كبير. هو ميت كيلو. فلم يجي يقرأ لخمسة كيلو هيدفلكت حتى كده. انما التاني اصلا هو يكون الوزن عشرة. فلما انت تحط لي خمسة كيلو هيدفلكت لايه? لحد النص. فمين عنده? كده مين الميزان الكبير فيه هم? فين الميزان الكبير بقى اكس ولا واي? ما هو اكس? عنده صغيرة. يبقى بتاعه صغير. انما قارتو كبير قوي. فعنده كبير. فواي ده نفس المسال بتاع الميزان. هو بتاع المية. وده ميزان عشر. من اللي حصله جامد? طبعا لك عنده صغير يبقى اكس هيدفلكت اكتر من واي. هيدفلكت اكتر مش هيدفلكت اكتر. انت هفهم الكلمة. يعني في يعني هنا هو هو ارى خمسة كيلو جرام. وهنا برضو حيديك خمسة كيلو جرام. بس بكناه على حيتحرك اكتر فين? خمسة وعشرين فولت ميتر. سوري. سينستيف جالفانو ميتر كونتينو كويل. يبقى ده. يقدر يتحمل كونتينو ده. كلام جميل. الابس الجراف ما بين بتاعت الفي والاي جي اللي معبدية في الجالفان. طالب منك الطيب. انا نروح نعود في القانون. انا مذكر ان الارمات البلاير بي اكوال في مينوس في جي على اي جي. طيب. اه انا هاخد مسلا المية وعشرين. مينس الفي جي. الفي جي نجيبها ازاي? اي جي في ارجي. اللي هي كان. الخط اللي اتنمية وعشرين. هاخد معها الاتناشر. اي جي باتناشر. اخد بالك تايم تين بور نيجف تو. فلأرجل الفانو اللي هو كان بخمسين فوق اهي. يبقى هضرب الكلام ده في خمسين. هعمل تايمس ففتي. كل ده ديفايد اللي اتناشر. طيب تين بور نيجف تو. نحسب كده. بقى في مينوس. اي جي. فارجي. على اي جي تاني. هلها معيها تشمائة وخمسين. عايز الماكسمن فولتج. عايز الماكسمن فولتج. ذا كم ذا كان بي ميجرد باي زا فولت ميتر. عايز اعلى فولت ممكن. طيب الاعلى فولت ده. يبقى اي جي فار جي. اي جي فار ملتيبلاير. طيب يلا نعود. اي جي طبعا انت عايز الماكسمن فوتينشل ديفرنس. عايز الماكسمن في. اي اتعوض عني بالماكسمن اي. اللي هو او بوينت والف. طيب او بوينت والف. في الارجالفانو اللي هي بخمسين. زائد او بوينت والف. في الار ملتيبلاير اللي احنا جبناها بكام? تسه مئة وخمسين. وطبعا برضو طبعا متى الماكسمن في اتناشر او او بوينت ناشر اللي هي دي يعني هي تاعة مئة وعشرين فعلا. طيب نفس الكلام آآ كان مجهور ات ده الاي جي. جالفانو توصل لكازة ملتيبلاير يعني مرة نوصل ميتان وخمسين ملتيبلاير مرة خمسمية ملتيبلاير مرة واحد سبا مية وهكذا. والجراف ده ما بين الاريال اللي هيراها والار. الار بتاعت مين? ماللكش ار ملتيبلاير? ماللكش ار جالفانو. يعني الار جي والار ام مع بعض. وطبعا انا طالب سهل جدا عايز الاي جي. وانت عارف انت عارف انه اي جي فار جي بلاس ار ام. يعني لذيك والاي فار. فانا لما اقول لك ال في بمسلا مية خمسة وعشرين. واه هي مية خمسة وعشرين ايه. والاي جي عايز اعرفه. ار جي وار ام على بعضهم بكام? بالف امتين وخمسين? خلاص يبط اي جالفنا بكام? هتقسم ده ده. شوف هيت لك يعني واحد اتنين خمسة ده وقت هيت نعم زيرو. يعني بجيب ده على ده على طول يعني. بس نريد تفاهم ان هنا مرسم لكش ار ام. مش زي مسلا اه يمكن تبقى تقابلنا قدام. يعني هنا رسم ار ام. مرة يرسل لك ار ام تحت مرة ار جي تحت. لو هنا برسل لك مسلا ار جي بلاص الارجم. ايه. اوز ال في مينس ال في جي. اهو. في مينس في جي. تمام? ورسمناك على وعلى فعايز يعني برضو عايز الايه? الايجي. اه القانون ار ملتيبلاير ايكل في مينس في جي ديفايد اي جي. انت عايز الاي جي. ممكن نعوض على طول. ار ملتيبلاير حياخد مسلا سبعمائة وخمسين. الفي مينس في جي على بعضها هو مدهالك. خمسة واشر. على بعضها. والاي جي بكامل? هناجس ندع له ونشوف. خمسة واشر. على السبعمائة وخمسين. برضو يطلع. سؤال في بس غلطة. ان هو تكملت السؤال. هو عايز هو عايز على الاي جي. مين على اي جي? طب هي اصلا مين اكس? تعالنا على السؤال. اللي هو يبقى ايزا ان النقطة دي كانت دايما اسمها خلاص انا لمقسم على الاي جي ده يديني ايه? ده يديني ار جي. طيب زبزك بتفجر بيديني بعد ما ما تفروا انه يبقى فولت ميتر. فعايز يعرف في الريشيو في على اي جي ده يديني ايه? منك قانون لما تقسم كله على كله يديك كلها. اهو اي جي افتح بركت او رجي بلس ار ام سؤال تلاتين برضو فيه غلطة على الاسف. سأل مش كامل فحنلغي خاطص. واحد تلاتين بلو شو اغالفانو سكيل وينتز يزيوز كارنت وينتز كونكتد تو افور هندرد او فورتي تو هندرد ملتبلاير رزيسطر. طيب. مشان ايه لطمام بلش ديفرنس. عايز الار جالفانو. عايز الار جي. طيب انا معي ايه? معي ار ملتبلاير بار ربعة امتين. ايقوال في مينس في جي. الدي اللي انا قريتها خمسة. مينس. اه في جي اللي هي عبارة اي جي في ار جي. اي جي في ار جي. طب يلقى ايه هنا بكام? واحد ملي امبير. عرفت منين يا مستر? ما هو اللي فوق ده سكيل الجالفانو. احنا عارفين من سكيل الجالفانو. يبقى مش بالترتيب. واحد ملي امبير. اتنين ملي امبير. تلاتة ملي امبير. اربعة ملي امبير. يبقى ماشي مزبوط. يبقى اي جي اللي هو بواحد ملي امبير بار. شايف تصول في تجيب ار جالفانو. هيطلع ايت هندرد. الكتريك سيركت كونتين تين اوم ريزيستور ويتش كونكتد ام بارلل ودا فولت ميتر او ففتي اوم. يعني عندي عشر اوم وفولت ميتر بخمسين اوم. والقرن انت ناشى في السيركت بوين سيكس. فعايز الفولت ميتر اه اه صوزة الفولت ميتر. عايز بتاعته. طيب انا نرسمها كده. عندك اتوصل معها او ايا كان. ومن مقاومته كام? مقاومته اه خمسين. والقرنت اللي جاي من بره. طب كده هيره كام? والله هيره عادي جدا. يعني او بوين سيكس. فالبارلل بتاعهم خمسين في عشرة على خمسين بلاس عشرة. نشوفها طلاقين. او بوين سيكس في خمسين في عشرة على ستين يعني خمسة فولت. يرى خمسة فولت. طيب. او خمسين. طيب. تعال نشوف. هو هيركب ملتبلاير بوين سيكس او خمسين. انا افهم من الكلام ده ان اللي كان في الاول ده بقى مش فولت ميتر. جالفانو ميتر. يعني مستر ازاي بس ما هو اي الفولت ميتر او هو. في سيدي معلش. اخدهم رد عليهم. او بيحبوا يلعنوا بالالفاظ. هو قالك ان انا هركب ملتبلاير. يبقى هو هيبقى الفولت ميتر اللي احنا عارفينه. يبقى القديم ده كان ايه? جالفانو. تمام? هو بايسم ايه زي بايسم ايه? يبقى النهاجي هنا كده. هوصل هنا اربعة الاف تسعمية وخمسين. فانعايز اعلى اراية انا ممكن اقراها. الماكسمم. طب الماكسمم ده مش كان ده قانون. مش الماكسمم ده كان بيقول اي جي ار جي بلس اي جي ار ام. طب يا مستر باي جي مش معانا. والار جي والار ام معانا. الار جي بخمسين. والار ام باربعة الاف تسعمية وخمسين. يعني القصة كلها واقفة معانا على الاي جالفانو. فعايزين نيبقى اي جالفانو. خد بالك من حاجة. في واحدة هيقول لي دلوقتي يا مستر. طب ما قطوها سهل. انت قلت لي دايما فكر بشابتر وان. فانا هاجي دلوقتي عند دي. اللي هي دخلة من بره. واقسمها. انا كده جبت الكارنت اللي هنا. طيب انت كده جبت الكارنت اللي هنا بس ما جبتش اعلى كارنت ممكن يخش هنا. طب يا مستر انت ايه عايش ما انا عايز اعلى كارنت مش فاهم يا. ما انا حاولي لطيب بيقول لك وانا عايز وعشان اجيبي انا محتاج احط يعني ايه يعني اعلى حاجة الجالفانو ممكن يتحملها. طب اعمل دي برضو. هاتطر ان انا ارجع تاني قبل ما نوصل الملتيبلاير اصلا. طيب قبل ما نوصل الملتيبلاير انا كنت عبارة عن ايه? كنت عبارة عن جلفانو. هو مسمى فولت ميتر مش مهم? خمسين اوم. متوسل مع العشرة اوم ودخل من المرة. فانا كده هحسب الكارنت اللي داخل هنا. لما جينا حسبنا الفولت اللي داخل هنا او الفولت اللي هنا تلع كم معنا? تلع خمسة فولت. ما هو خمسة فولت اللي هو ايه? الفولت اللي هنا. اللي هو هو اللي هنا. يعني ده اعلى فولت موجود عندي. طب اللي هو فولت الجالفانو يعني حتى لقاهن. يبقى ممكن اجيب الايل هنا ولا? سواء او خمسة على خمسين. يبقى اعلى تحيمشي جوة اعلى تحمله ارجع بقى اكمل المسألة العادي جدا. ان انت هتركب هنا ايه? باربعة تسعمائة وخمسين. همسح الكلم دوت. حاجة هنا اوصل اربعة تلاف تسعمائة وخمسين. عندي هنا خمسين زي ما هي. وانا جيت هنا وحطيت اربعة تلاف تسعمائة وخمسين اللي هو مين? اللي هو الملتبلاير. فاللقات يبقى لنا عايز المكسيمم كان بي مجرد. فهو الاي جي ارجي بداس اي جي ار ام بس الاي جي اللي هنا مش الكارنت اللي هيتقسم دلوقتي. لا ده اعلى حاجة ممكن يتحملها الجالفان. اللي هو او بوينت وان. اللي هكتب هنا او ونبدأ ان احنا معوض او بوينت وان في خناس تلاف يعني خمسمائة. السؤال اللي بعده اه اه وفيه متركب عليها بتلاتين برضو هيركب بعد كده نفس الحركة. يعني هو بعد كده هيرجي هيركب فانت تفهم ان ده كده جالفان واشتا? مش هنختلف. المهم ان انت ايه? عندك هنا مقامة ستة اوم متوصل معها جالفانو ميتر اه اي حاجة بتلاتين. والسركت معدي فيها او بوينت او. يبقى فيه جاي من برا هنا او بوينت او. خلاص? ماشي. الفولت ميتر شو افولوس كل فليكشن. شاور على الاعلى حاجة. تعال نحسابها زي اللي فاتت. يلا. الفي ايكوال او بوينت او في ستة في تلاتين على ستة زائد تلاتين. هيطلع معنا سيكس في سيرتي على سيكس بلوس سيرتي في او بوينت او فولت. نفس التركابة يبقى انت عندك هنا واحد فولت. اللي هي اللي تحت. برضو بواحد فولت. اللي ممكن احسب منها الاي جي. الماكس مام اي جي. يبقى الكارنت اللي هنا واحد على التلاتين. او هتشتاق اشتاق الكارنت فايدر وتقسم ال او بوينت تو. خلاص? طيب. انا ليه بعملت كده? تعال نكمل قريمة بعض. هيوصل دولة جنب الفولت ميتر. ونفس الكارنت هيعدي في السيركت. طيب تعال نرسمها نرسمها لك تاني اي. ادي ده احلى من بره. وقادي ستة اقوم هنا. وقادي التلاتين بتاعتنا وهيبقى في جنبها مية اربعة وعربعين. عايز يبقى مني. قال لي هاتلي زا ماكسيمان دي دي. يعني عايز مني ايه? اشتغل ازاي? اي جي ار جي بلس. اي جي ار ام. طيب الاي جي ناخدها كمان بره. ارجل فينوب تلاتين. مية اربعة واربعين. دلوقتي موضوع برضو سهل. تاني ها? تاني زي اللي فاتت. هنشتغل حاجة عند دي واقسمها. وهجيب اللي هنا. واقول خلاص ده الاي جي. لأ. طبعا ما هو طالب منك اعلى ارية ممكنة. يبقى انت لازم تجيب الاي جي. تجيبه انت قبل ما تحط يعني منين من الجزء الاول من المسألة اللي هو ده رقم واحد. عشان كده انا حسب تقولك خلاص ان الفولت اللي فواحد فولت على تلاتين اوم يعني واحد على تلاتين. يبقى لأي جالفانو بواحد على التلاتين. في تلاتين مية اربعة واربعين. يبقى كامل. هيطلع معاك. يبقى الجهاز ده اخر ويقرى كام? عايزك بقى يعني ايه? عايز اوضح لك الاول مشكلة انا متأكد ان هي عندك دلوقتي. وعايز كتبت معيها السؤال ده. طيب نتكلم الاول في المشكلة. فين المشكلة عندك دلوقتي? ان انت مش فاهم او مش عارف امت اتطبق وامت اتطبق اي جي ار جي باس اي جي ار اين. لما اجي اطلب منك انا هاتلي 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 قرية هايقرى كام? اي فا ار يمعل. مشكلة. طيب لما اقول لك هاتلي هو ده اخره يقرى كام? يعني بتاعه كام? سقفه كام? فتقول اي جي ار جي باس اي جي ار ام. والمشكلة هتكون فين? زي ما انت شفت في مسألة رقم تلاتة وتلاتين ومسألة رقم اتنين وتلاتين. المشكلة هتكون دايما في اي جي. اجيبه منين? اجيبه قبل ما كنت بركب. يبقى هارجع لبداية المسألة اللي هي لما كنت انا جالفان ومع مقاومة عادية. وفي كان انت جايب من بره. واحسب اقسم بقى الكهرباء عادي او تشتغل اي فا او. شفت عايز تشغل ازاي? زي ما انا عملت كده? جبت الفولت بواحد فولت. اقسم بقى وان فولت على سيرتي اوم اللي هي بتاتي الجالفانو يعني. اجيب اي جالفانو. يبقى اعمل حسابك ان اللي انت حسبته في الاول ده ممكن نسميه برضو. يبقى اكتباه عندك كده كانوت. اكتباه عندك كانوت. اه لما يقول لي اهاتي او احسب الفولت ميتر ريدنج بنقصين في اي كول ايفار. ده المنوط رقم التاني. لما يقول لي هاتي او او هقول اي جي ار جي باس اي جي ار ام اكتب تحتها بقى كده. لازم احسب اي جي من قبل ما اركب الملتيبلاير. ده لو ما كنتش بدهولك يعني ومريحنا خلص. تمام? خلاص كده اكتبت لها الحسطين دول عزيم. عايزك بقى دلوقتي تحسبلي في نفس المسألة دي الفولت ميتر ريدنج افتر كونيكتنج الملتيبلاير. يبقى انا دلوقتي ركبت ملتيبلاير هو قدامك. بمية اربعة واربعين. جبنا سقفه. هيقرأ كام? طب هو هيقرأ كام? بتاعته هنا هتكون كام? اقولت لك بقى نقطة رقم واحدة انا موالك خلاص لك. فهاجي كده بكل بساطة. نمسح بس جزء ده. هكتب هنا. الفي اكوال ايف ار. الاي بقو بوينتو. الاربعة. ها كام? دول اللي هاخدهم سيريس. سيريق برا المعمين مع الستة. يبقى وان سيفن فور في سيكس. على وان سيفن فور بلاس سيكس. ونشوف هيطلع كام? يا او بوينتو. في سيكس على وان سيفن فور بلاس سيكس. هيطلع من تهايه لون بوينت سكستين. يبقى ايه الفرق بين دي? الفرق بين ده? والفرق بين ده? ال اه دي اخره سقفه. سقفه كام? خمسة تمانية فولت. طب هو فعليا هيقرأ كام? هيقرأ وان بوينت سيكس ستين فولت? وان بوينت سكستين. تماما تكون متحت وان كتبت الملحوظة دي ورايه. نيجي للسؤال اللي بعده نمسح بقى الكلام ده نيجي للسؤال اللي بعده. سؤال سيرتي فور. زينستفجالفانوميتر. زرزيستنس اف اتس كويل اس فور اوم. يبقى ده كده ده اخره واحد ميلي امبير. مش. اتوصل ده كده ايه? ده كده ايه? الشنط. يبقى انا عندي اربعة اوم هنا. وعندي هنا اه واحد اوم. واللي معايا فوق هنا واحد ميلي امبير. بيقول لي عملنا اللي هو طبعا اه الاميتر طبعا. ووصلنا له بكام? نين 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 بوينت او. خبالك ان الديفايس كله هو اللي توصل مع نين نين بوينت اوم. هاتلي بقى خلاص كلام بسيط خالص. انا معي ده اصلا في الشرح. هقوله بسرعة قلتي. واحد ميلي امبير في اربعة اوم. اعرف اجيب الكارنت اللي يكون ايتو ارتو. يبقى واحد فاربعة هي هي. واحد فاربعة. يبقى هنا في اربعة ميلي امبير. طب ما لو تحت في اربعة ميلي امبير يبقى في برة خمسة ميلي امبير. وخلاص اعرف هيب هتكون خمسة ميلي امبير لو اللي هي اي جي ار جي بلاس اي جي ار ام بس اتفقنا مع بعض ان في المسألة ان اللي هيكون بتاعك ده هو اللي برة ده. لان هنا بكام الخمسة في الليلة دي بلس الخمسة في القصة دي كلها. يبقى اقول له ايه? خمسة ميلي. وافتح بركة كبير خالص. واخدهم كلهم. يبقى اربعة في واحد. اربعة بلس واحد. حلناها في الشرح. وحلتها واكتر من طريقة والترجع عليها فحاديها.